بالنسبة لهذا المثال هذا المثال لا يشرح ما موجود في الصفحة اللي بعدها فأفضل إنه أشرح على الرسم حتى يكون مفهوم أكثر بالنسبة للشكل هذا هو ل كومبيوتر افتراضي أو ماشين افتراضية هذه الماشين بيها ميموري هذه الميموري حجمها مثل ما تشوفون أمامكم هذه الميموري بيها 16 بيت بكل وورد تحتاج إلى 19 بيت لكل موقع هذا المواقع 12 بيت من أصل 16 هذه إذا 19 راح تمنعد هذه المواقع فهي قد راح تظل عندي للأوب كود الأوب كود راح تظل إلى أربعة فإذن كل ثلاث أرقام على جهة اليمين هي تمثلت ما عاش بيت هذا يمثل لي موقع أو يمثل لي عنوان ميموري و هنا كل بيت واحد هو يمثل لي فهذا بالنسبة للميموري لدي أيضا يحتوي على PC هو PC اللي هو البروغرام كاونتر اللي يحتاجه في كل تنفيذ كل إعاز حتى شنو أزيد قيمة بواحد وأندل وين النيكست انستراكشن هنا شنو عندي اللوكيشن اللوكيشن مثل ما تعرفون قلنا انه من البت الرابع لحد ال 15 هو ادريس عنوان اللي هو ال 12 بت اللي حتشينا عليهم قبل شوية هنا أوكي والأوب كود راح يأخذ أربع بيتات من الصفر للثلاثة هذا بالنسبة لكل موجود بداخل هذا الماشين الافتراضي شعدي هنا عندي الماغنتيود عفوان الانتجر فورمات هذا الانتجر فورمات يعني كل قيمة شقد أحتاج لها 16 بت 15 من عدة هي راح تكون للترقيم القيمة أو إعطاها الحجم وعندي بت واحد فقط اللي هو أما يكون 0 أو 1 حتى أفعل هذا أو أشغله حتى يتنفذ بداخل كل إعاز هنا أنا عندي بروغرام كاونتر وعندي الانستركشن رجستر وعندي الـ AC وهنا أنا عندي الإعازات شون الإعازات مثلا إذا كان الإعاز هو 00001 فإذا هذا لازم أسوي لازم أسوي ورح نجي نأخذها وسنفتهم عليه شوي شوي وهنا أنا إذا كان عندي 0010 0010 وإذا كان عندي 0010 فرح أسوي 0010 من هذولة جبتهم؟ هذولة أنا افترضتهم وجوز بالمثال اللي بعده أفترض غير قيم أوكي بس المهم التنفيذ واحد نجي هس يعني أنا إذا انطيت سؤال فرح يكون السؤال بهاي الصيغة إنه أنطي هاي القيم وأنطي القيم الأساسية مرة واحدة فقط هذني كلين هاي الاستيابات كل الاستياب هذا انت تسوي زين القيم اللي معطات عندي هسه إنه أنا الميموري ماتي رح يبدي من 300 هذا حسب ما موجود بالمثال اللي فوق رح يبدي من 300 301 302 وإلى 941 كل واحد باللوكيشن ماته ب16 بيت هاي 16 بيت مقسمة إلى هذا الجزء هذا البيت هو أوب كود وهاي البقية هي لوكيشن زين القيمة الانيشيال مات البيسي هي 300 يعني من رح أبدي تنفيذ إعاز رح أبدي من 300 زين أول إعاز رح يتنفذ هسه هذا باعتباره هو step 1 أول إعاز هسه رح أبدي أنفذه أنا عندي هاي القيم موجودة هاي ثابتة يعني جايدها من صيغة السؤال نفترضها وعندي هاي ثابتة هذي ما موجودة هاي القيم فارغة بس هسه رح نبدأ ناخدها خطوة خطوة فنجي هسه من ديقول عندي الإعازة 300 لازم أسوي له فتش وديكود وإكسيكيوت هسه أجي أسوي لهذا فتش وديكود وإكسيكيوت أجيبتها أين بالإعازة؟ بالإنستراكشن رجيستر الانستراكشن رجيستر رح يحلله ورح يشوف القيم مات تحتها تتنفيذ فمن يجي يحلل رح ياخذ هذا الجزء من هذول الثلاث قيم ماذا ياخدهم؟ كالوكيشن كأدريس وهذا رح ياخذ أوب كود فإذا هسه الأوب كود ماتي هو واحد الأوب كود ماتي هو واحد يعني شنو؟ يعني هنه هذي القيم إذا واحد يجدتك يعني ش تسوي؟ يعني سوي لود الأيسي فروم ميموري أوكي؟ فإذا هسه رح أجي جبت الإعازة سويت له فتش وسويت له ديكود هسه رح أجي على مرحلة الإكسيكيوت هنا أنا بمرحلة الإكسيكيوت في القيم هاي ماتي المموري ثابته ما عندنا مشكلة بيها نجي هسه بعد التنفيذ بعد ما أنه سويت عملية فتش هذا تلقائيا رح يزيد نفسه بواحد فبالتالي بالنكست ستيب إش رح يصير عندي 301 زين هنا أنا ما سويت لها فتش ودي كود قال إنه قيمة التسعمية وأربعين اللوكيشن أو الأدرس اللي عنوانه هو تسعمية وأربعين شو سي سوي له سوي له هذا ش أسوي له الواحد يقول load الأيسي فروم ميموري عنوان الميموري اللي موجود هذا التسعمية وأربعين سوي قيمة سوي load للقيمة ماتة وين تخليها؟ تخليها بالأيسي فإذا قيمة الأيسي رح تكون قيمة التسعمية وأربعين فإذا قيمة التسعمية وأربعين هي ثلاثة وبالتالي رح يكون قيمة الأيسي ثلاثة زين هسا النيكست لثلاثمية واحد إيش داي يقول داي يقول خمسة للتسعمية وأربعين خمسة للتسعمية وأربعين قيمة الخمسة شنو؟ add to ac from memory يعني هنا قيمة التسعمية وأواحد واربعين هذي التسعمية وأواحد واربعين اللوكيشن أو الأدريس ماتة التسعمية وأواحد واربعين سوي لها add ويقيمة الأيسي يعني هنا عندي هسة تسعمية وأواحد واربعين لي قيمته اثنين من رح أجي أسوي لها هسة add هنا دا نشوف انها هاي سويتها load هاي بال يعني بالخطوة الثانية سويتها load من رح أجي أسوي execute شرح يصير عندي رح يصير عندي هنان طبعا هذا يزيد بواحد وهنان شرح يصير قيمة التسعمية وأواحد تضاف إلى قيمة الايسي وبالتالي رح يكون عندي الثلاثة القيمة الموجودة سابقا بالايسي زائدا القيمة الجديدة الموجودة التسعمية وأواحد واربعين تنطيني قيمة خمسة طبعا الايسي هو شي سوي ينفذ العملية والناتج مالتها يكون مخزون بنفس الرجستر رح تكون أيضا مخزونة بقيمة الايسي زين فإذا هذه صارت عندي قيمة الايسي خمسة ثلاثمائة واثنيا من ذا أريد أن أفذها شي يقول ليقول ثنيا للتسعمية وأواحد واربعين هنا أنا ليعاز ثنيا ليقول شي يقصد بي إذا نرجع شوية ليقول store الايسي to memory يعني ليقول إنه قيمة الايسي تخزينها باللوكيشن اللي أنا ذاكر لك يا بالإعاز فهوش ذاكر لي هسه اثنيا store والتسعمية وواحد واربعين اللوكيشن اللي رح أسوي بيه لstore store يا قيمة قيمة الخمسة فإذا هسه بالإكسيكيوت المفرضش أسوي قيمة الايسي وين رح أخليها رح أخليها باللوكيشن اللي هو التسعمية وواحد واربعين مين جبته يعني هنا نجدي يقول سوي لي store للتسعمية وواحد واربعين أوكي إن شاء الله على المحاضرة القادمة رح ناخذ أمثلة إضافية لكن للإطلاع رح أمطيكم فالمثال حتى أشوف مدى استيعاب المادة وفي حالة إنه إذا كان شيء ما مفهوم رح أعيد الموضوع بمثال آخر حتى تكون عدكم وابحة لكن اللي أتمنى من عدكم إنه تعيدون الفيديو حتى تشوفون إنه أو تتبعون خطوات الحل وأي شيء تحتاجون تركوا ليها بالتعليق شكرا جزيلا إلكم والتواصلكم